السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة دالين كروشي انا من مع بعض النهاردة البقرة الجميلة ديت هتكون هنستخدم خيط الازي ديفا ممكن اي خيط متوفر عندك اي صوف وابرة رقم اثنين ممكن تعمليها مدالية ممكن تعمليها اي حاجة انت تحبيها يلا نبدأ بسم الله بسم الله نبدأ هنعمل عقدة البداية بعد كده تلتاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر تمان دي ايه بداية الراس من تاني سلسلة هدخل اعمل تلاتة حشو في نفس الغرزة واحد تلاتة كل ده في غرزة واحد بعد كده على الجنب تعمل عشرة حشو واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اخر غرزة عامل فيها ستة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد كده هشتغل على الجنب عشرة حشو اتخلص عشرة حشو وارجع. اتخلصت عشرة حشو هعمل في اخر غرزة اللي انا قد شغل اعملت فيها تلاتة حشو في الاول هعمل فيها تلاتة حشو تانين. واحد. واخد بالي عشان اول غرزة دي ما تستخباش تحت الغرزة اللي انا اشتغل. اتنين. ثلاثة. تمام? هروح عند اول غرزة. هعمل منزلقة. سلسلة. الدور التاني. هعمل تلاتة تزايد بنص عمود. يعني اول تلات غرز هعمل فيهم تزايد بنص عمود. ولف الخيط هتخل في اول غرزة اللي عملت فيها منزلقة دي. هعمل فيها اول نص عمود. ثاني نص عمود في نفس الغرزة. الغرزة الجاية اتنين نص عمود. واحد اتنين. ثالت غرزة هعمل اتنين نص عمود. واحد اتنين. بعد كي اشتغل على الجنب عشرة حشو. وارجع. بعد ما خلصت العشرة حشو. هعمل خمسة تزايد بنص عمود على الخمس غرز الجاية. باول غرزة هعمل اتنين نص عمود فيها. ثاني غرزة هعمل اتنين نص عمود. واحد اتنين. ثالث غرزة هعمل اتنين نص عمود. رابع غرزة اتنين نص عمود. واحد اتنين. خمس غرزة اتنين نص عمود. واحد اتنين. وبعد كده هشتغل على الجنب اتناشر حشو. خلص المؤلم. فضل لي غرزتين. هعمل فيهم تزايد بنص عمود. واحد اتنين في نفس الغرزة. اتنين نص عمود في نفس الغرزة. واخر غرزة اتنين نص عمود. واحد اتنين. هنلاحز بود غرزة كمان كده. شايفينها؟ دي مش غرزة. دي بتاعة المنزلقة اللي عملناها. فببنك ان هي غرزة لكن هي دي مش غرزة. تمام؟ الدور اللي جاي. هشتغل ايه؟ آآ اتنين حشو بس بقى مش هعمل بنزلقة. هحط على متل غرز. هدخل في اول نص عمودة كده اعمل. حشو. الغرزة اللي جاية تزايد بحشو. هكرر مرتين كمان. الغرزة الجاية حشو. اللي بعدها تزايد بحشو. ثالث تكرار حشو. تزايد. قالت هشتغل. هشتغل على الجنب. حداشر حشو ارجع. بعد ما خلصت الحداشر حشو هشتغل تزايد حشو وكرر خمس مرات. تزايد. حشو. حشو يبدأ كده اول تكرار. تين تكرار. تزايد. حشو. 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 حشو الاول معلش. حشو والورزة اللي بعدها تزايد. حشو. 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 تزايد. ونكرر اربع مرات. حشو تزايد. حشو تزايد. حشو. تزايد. تكرروها تلات مرات حشو تزايد كمان تلات مرات وافع بعد ما قررت حشو تزايد اربع مرات هعمل على الجنب اتماشر ورزة حشو برضو ارجع لكم. بعد ما خلصت اتناشر حشو هشتغل تزايد حشو. هكررها كم مرة? هكررها سبع مرات. تزايد حشو. وكرر سبع مرات. تمام? هخلص وارجع لكم. خلصت التكرار سبع مرات. هشتغل بقى على الجنب اتناشر غرزة حشو. برضو ارجع لكم بازنين. بعد ما نخلص تلات ناشر حشو هشتغل حشو. تزايد. هكرر ثلاث مرات. وكده اول تكرار تكرار تاني حشو. تزايد. تالت تكرار حشو. تزايد. طيب هشتغل من الدور الخامس للدور الترتاشر حشو فقط. خمسة ستة 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 مرات تسعة عشر احد اتناشر ترتاشر تسعة ادوار. تمام? هشتغل تسعة ادوار حشو فقط وارجع لكم بازن الله. خلصت ادوار السبات. تسعة ادوار. عندي اه الدور الاربعتاشر هشتغل خمسة وستين حشو. احنا عندنا في الدور ستة وستين ورزة انا هشتغل خمسة وستين ورزة. يعني اخر واحدة مش هشتغلها. طيب ليه بقى? لان انا هنقل علامة الغرز لها وتبقى دي اول غرزة في الدور. طيب الدور ده هيبدأ بايه? هيبدأ بتناقص ستة غرز مع بعض. طيب هنعمله ازاي? ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة غرز. تمام? هعمل ايه? هروح لأول غرزة كده. ادخل اسحب الخيط. بقى كامل بقى شرطا على الغرزة اللي بعدها ادخل اسحب الخيط. يبقى تاني واحدة. الغرزة اللي بعدها ادخل واسحب بقى تالت واحدة. الغرزة اللي بعدها ادخل. واسحب يبقى كده رابع غرزة اللي بعدها خامس غرزة اللي بعدها سادس غرزة. تمام? كده انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. آآ حلقات على الابرة. هعمل ايه? هسحب الخيط من ستة حلقات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام? وكده هسحب الخيط من حلقتين. بدأ كده ايه? تناقص ستة غرز مع بعض. هشتغل سبع وعشرين حشو على الجنب وارجع لكم. خلصت سبع وعشرين حشو على الجنب. هنا في الزاوية دي هعمل برضو تناقص ستة ورز مع بعض. الغرزة الجاية ده اول واحدة هدخل اصحب الخيط. اللي بعدها تاني واحدة ادخل اصحب الخيط. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. آآ لأ ستة بس ماشي. صح? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام. ستة هسحب الخيط من ستة حلقات. هيبقى عندي حلقتين على الابرة. اصحب منه. تمام? بعد كده ادخل اعمل سبعة وعشرين حشو على السبعة وعشرين غرزة الجايين. تمام? اخلص الدور وارجع. والدور الى بعده هيبقى عبارة عن حشو فقط. هيبقى عندي ستة وخمسين غرزة حشو. اخلص وارجع. الدور السبعتاشر. هنعمل اتنين تناقص. بيكون تناقص مخفي. انا عملت اول واحد. هنعمل تاني واحد. نحن نعمل ايه? الحلقة الامامية الغرزة الجاية. الغرزة الامامية. او الحلقة الامامية الغرزة اللي بعدها. كده. اسحب خيط من الحلقتين. يبقى عندي حلقتين على الابرة اصحب من نعم الخيط. بقى ده كده تناقص مخفي. كده انا عملت اتنين تناقص. اشتغل خمسة وعشرين حشو على الجانب. وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت الخمسة وعشرين حشو هعمل اتنين تناقص. الغرزة الجاية. الحلقة الامامية. الغرزة الجاية. الحلقة الامامية. الغرزة اللي جنبها. اصحب الخيط من حلقتين. اصحب من حلقتين. بدا كده اول تناقص. بعد كده اروح للغرزة اللي جاية. ادخل في الحلقة الامامية. حلقة الامامية الغرزة اللي جنبها. اصحب من حلقتين. واسحب من حلقتين. بدا كده اتنين تناقص عملتهم. هيبقى عندي خمسة وعشرين غرزة اعمل فيهم حشو. والدور اللي جاي هيبقى عبارة على اتنين وخمسين غرزة حشو. اخلص وارجع لكم باذن الله. الدور التسعتاشر. هنبدأ باتنين تناقص. اول غرزة. هروح. هعمل تناقص نخفي اهم حاجة. الحلقة الامامية الغرزة الجاية. دا ينقل حلقة الامامية الغرزة الجاية. حلقة الامامية الغرزة اللي بعدها. اصحب الخيط من حلقتين بعد كده من حلقتين. الغرزة الجاية. الامامية الغرزة الجاية الحلقة الامامية الغرزة اللي بعدها. اصحاب من حلقتين. يا اصحاب من حلقتين. بقى ده كده تناقص مخفي. هعمل ايه بعد كده? هشتغل تلاتة وعشرين غرزة حشو على الجنب. وارجع لكم تاني. معيشوما اتنين وعشرين حشو على الجنب مش تلاتة عشرين. اتنين وعشرين غرزة حشو. بعد كده هعمل التناقص مخفي. الحلقة الامامية للغرزة الجاية. وحلقة الامامية للغرزة اللي بعدها. هسحب من حلقتين. ما هيك اصحب من حلقتين. بدك اتنقص. تناقص تاني اللي الغرزة الجاية. الحلقة الامامية للغرزة الجاية. الغرزة اسحب من حلبتين. هشتغل حشو على الاتنين وعشرين غرزة حشو الجايين. والدور العشرين هشتغل اربع تمانية واربعين غرزة حشو. يعني الدور حشو فقط. هخلص وارجع لكم بازننا. خلصت السطر واحد وعشرين. آآ بين السطر السبعتاشر والتمنتاشر هحط العين. وهيكون بين العين والتانية تلتاشر غرزة. تمام? ده عيون آآ آآ صغيرة مش مش عارفة كم من اللي بصراحة. مش عارفة المقاس يعني. تمام? هسيب آآ فوقيها سطر. ده كده السطر اللي بعده. بين السطر آآ يعني ده كده التمنتاشر بالتمنتاشر وتسعتاشر هعمل آآ آآ بسم الله رحمة رحمة رحمة. تمام? هطلع من غرزة كده. واعملها ده هنا كده دي اللي بعدها. كأنها الغرزة اللي جنبها اللي فوقيها. تمام? مش انتاخد ايه؟ شكل حاجة كده. ده كده تطريز العين. او لو عايزة تعملها العيون اللي هي النايمة مسلا. بتعملها ازاي? بس انت بعد عارفة مكانها بقى. بس انا عارفة كتعملها ازاي. بس انا عارفة كتعملها ازاي. بس انا عارفة بس انا عارفة كده. كده. دي على شكل ثمانية دي. تمام? وراح عاملو كده. اليازاي بتكون بتتحكي. زي محتاجة تبقى لجنبها. ماشي. بتبقى شكل ثمانية كأنها بتتحكي. طيب وفي ايه تاني في العيون اللي هي النايمة. دي هنا واسيب واحد من ثلاثة وروح في الربعة. كده. وروح نزلها. النورة برضو كده. تحتها بالسطرين مسلا. النصف. كده ايه اخد دي. وارجع من نفس الغرزة اللي انا طبعت منها. تبقى العين نايمة. عايزة بقى تعملي لها رموج بتعملي كده بالخيط الاسويت برضو رمشين لكده يعني. تمام? هنالجع بقى للشغل تاني. السطر الواحد وعشرين. هيبقى بارعا عن التناقص. فاول السطر. هاشتغل واحد وعشرين غرزة. بعد كده تناقص في الجنب واحد وعشرين غرزة في الضهر. تمام? معلش فيه غلط الدور الواحد وعشرين كان تناقص وبعد كده اتنين وعشرين حشو. تناقص اتنين وعشرين حشو. انا هكتب في الحتة اللي هبقول فيها يعني. بس برضو لو نسيت اكتب فبدا التصحيح بتاعها. بالدور الاتنين وعشرين هنبدأ بتناقص. تناقص مخفيه. تمام? تناقص وهنشتغل واحد وعشرين حشو. بعد كده تناقص مخفي وبعد كده واحد وعشرين حشو. هخلص وبعد كده اشتغل الدور التلاتة وعشرين عبارة عن اربعة واربعين غرزة حشو فقط. اخلص الدورين بازن الله واردع لكم. الدور الاربعة وعشرين. تناقص مخفي. بعد كده هشتغل عشرين غرزة حشو. باكة تناقص مخفي باكة عشرين غرزة حشو. دور ساته برضو. هنخلصه وارجع لكم بازن الله. الدور الاربعة وعشرين. لا الخمسة وعشرين. هنعمل ايه? هنشتغل تناقص تسعتاشر حشو. تناقص باكة سبعتاشر حشو. هيبقى عندي غرزتين فانا هغير مكان عميمة الغرز. تمام? والغرزتين الباقين دول هعمل فيهم تناقص. وده يبقى بداية الدور. تناقص. بعد كده تناقص داني. بكده اتنين تناقص لأول الدور. بعد كده نشتغل دقيق سبعتاشر حشو. هنشتغل سبعتاشر حشو. اتنين تناقص سبعتاشر حشو. هخلص وارجع لكم. الدور السبعة وعشرين والاخير. هنعمل ايه? خمسة واشر حشو. واحد. اشتغل خمسة واشر حشو وارجع. بعد ما خلصت خمسة واشر حشو هعمل التناقص. بسيش هفهم الحكمة من التناقص ده بصراحة. بصيحنا الدور الاخير ده هنشتغل حشو بس. سيبكم المفروض نعمل تناقص بكاء خمسة شر حشو وتناقص. بس حسن يبقى مش مزبوط يعني. المهم هنشتغل الدور ده سبعت. وبعد كده اه منزلقة وقص الخيط وارفع. لو عايزة بصوا اشتغلوا الدور حشو وتعالوا ما تقصوش الخيط. حشيت بالفايبر وتحشو من الجنب كويس قوي من عند الحتة دي. اللي هي كان فيها التناقص الكبير ده. تمام؟ بتحشو كويس. بعد كده هنعمل ايه? هنقفل الفتحة. ان احنا هنقفلها على بعض كده. نعمل غرزة حشو. ده اول غرزة. والغرزة المقبلة ديها في النحية التالي. غرزة الدية. والغرزة المقبلة. غرزة البياة والغرزة المقبلة. هنه بتحشو جدن كده. هنغفلها خالص. ما خلصوا ارجع لكم. طيب هنعمل الودن بتاعة البقرة. هي تبقى جزئين الجزء اللي جوه ده الغامن والجزء اللي برا هعمله باللون بتاع الوش البقري. طيب اللون الغامن. هعمل خلاص سرع سلف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. من تاني سلسلة هدخل اعمل اتنين حشو في تاني سلسلة. واحد اتنين. على السلسلتين الجايين هعمل في كل واحدة واحد حشو. هيبقى عندي اخر سلسلة ادخل اعمل فيها اربعة حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. على الجنب هعمل اتنين حشوة غرصتين الجايين. واحد اتنين. بعد كده اخر سلسلة اللي انا كنت شغال فيها اتنين حشوة في هعمل فيها اتنين حشوة تانية. واحد اتنين. بعد كده هدخل في اول غرزة هعمل اتنين نصف عمود. انت زيد بنصف عمود. واحد كمان نصف عمود بنفس الغرزة اتنين. الغرزة بعدها اتنين نصف عمود. واحد. اتنين. على الجرزتين الجايين كل واحدة اشتغل نصق عمود. واحد والقرزة الى بعدها واحد. على الاربع غرز الجايين ههمل اربع تزيد بنصق عمود. يعني كل غرزة هعمل فيها اتنين نصق عمود. واحد اتنين في نفس الغرزة. الغرزة الجاية نصق عمود تاني نصق عمود. الغرزة اللي جاية. نص عمود تاني نص عمود في نفس الغرزة. الغرزة الجاية اتنين نص عمود في نفس الغرزة. على الجنب عندي غرزتين هعمل كل واحدة واحد نص عمود. واخر غرزتين هعمل فيهم تزيد بنص عمود بكل واحدة منه. دواحد اتنين نفس الغرزة. والغرزة الجاية واحد اتنين. كده انا خلصت اللي هي الجزء اللي جوه. الجزء الخارجي برضو هيبقى نفس الخطوات. انا بسيب خيط بس كده عشان اعرف خيطه. الجزء الفاتح نفس الخطوات دي. طبعا كان كامل دور كمان هرجع لكم. عملت نفس الخطوات في الودن اللي هتبقى او الجزء اللي هيبقى خارجي. عايزة بس اعمل دور كمان عشان تبقى اكبر شوية تبقى وينة منها. اول غرزة هتخل فيها اعمل نص عمود. الغرزة الجاية تزيد بنص عمود. الغرزة الجاية نص عمود. لبعضها تزيد نص عمود. الثلاث غرزة الجايين هعمل على كل واحدة منهم نص عمود. اذا واحد. اتنين. الغرزة الجاية تزيد بنص عمود. الغرزة الجاية نص عمود. البعضها تزيد بنص عمود. الغرزة الجاية نص عمود. الغرزة البعضها تزيد بنص عمود. الغرزة الجاية نص عمود. البعضها تزيد بنص عمود. على الجنب هشتغل تلاتة نص عمود على الثلاث غرزة الجايين هم احد الغرزة الجاية نص عمود على الغرزة الجاية نص عمود على الغرزة تزيد بنص عمود. كده هتتخيط. تمام? هعمل منزلقة. واقص. نسيبه شوية خيط. هعمل كمان. واحدة من دي. وارجع. ركبت الودن الاولى. تعالوا مع بعض الركب الودن التاني. هجيب القطع الفتحة والقطع الغمقى. خلي ده الظهر عبتع قطع الفتحة وده ضهر القطع الغمقى. خلي الظهر في الظهر. الظهر ده في الظهر ده كده. تمام? وابدأ ان انا اسبت القطع الغمقى دي. هدخل في الغرزة. وفي راس الغرزة بتاعت السطر التاني في القطعة الكبيرة. ادخل كده. اعملها ايه? احضار. تمام? سهلا خالص. اخلص برضو ايه تثبتها دي وارجع لكم تاني بازن بعد ما اسبت القطعة دي هقفل الودن كده واخد بس مع بعض كده بحيس ان ايه تبقى عاملة زيه ودن القطة كده. تمام? هاجي من الطرف. زي ما احنا شايفين في الطرف ده كه سبت هاجي في الطرف ده. وابدأ ان انا اسبت رايح جاي. وغاية ما ايه الودن تثبت زي دي. تمام? اخلص وارجع لكم تاني. هنعمل اشار. هنختار مثلا تلت اربع الوين كده. انا اخترت موف وفي اورنج. ممكن اه اخدر. هعمل عشر سلاسل. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. اصيب اول سلسلة ومن تاني سلسلة. هدخل اعمل تزايد بنص عمود. احنا كل ما نكون عايزين ها كري اكتر نزود العدد العواميد في الغرزة. آآ التاني واحدة. تزايد نص عمود. كده. اشتغل الغرزة الباقية كلها نص عمود. انا عايزها تبقى كل شوية فانا اشتغل كله اتنين نص عمود. تمام? هعمل تلات شعريات كده بنفس الطريقة. اخلص وارجع لكم. بعد ما خلصت الشعريات عملت تلاتة. تمام? هنو ثبتهم دلوقتي سنعمل الاول اللي هو الارن بتاعه. هنعمل سلسلتين. هكذا اعمل خمسة حشو في اول سلسلة. او ممكن تعملي خمسة حشو دايلة سحرية. واحد اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. انا خدت اللون البني اللي هو انا عامله في قلب الودن يعني. بعد كده هعمل في اول غرزة تزايد. وزيد. وبعد كده اشتغل اربعة حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. دور التالي. اول غرزة تبقى حشو. تاني غرزة تزايد. يعني اقلبنا كده بس عشان ايه بش عمل مزبوط. كده عملنا اول غرزة حشو. واحد تاني غرزة اعمل تزايد. واحد اتنين نفس الغرزة. بعد كده هشتغل اربعة حشو واردعة. الدور الرابع هشتغل اول غرزة تاني حشو. اده اول حشو. الغرزة التانية تاني حشو. بعد كده اعمل تزايد. بعد كده هشتغل اربعة حشو. بك هشتغل دور خامس السابس السابع التامن اربع ادوار ثبات. واحد كده اقص الخيط وارجع لكم تاني. هنبدأ نسبت اول حاجة. اسمق ايه ده. القرن دوت. بس انا ايه حطت في شوية فيبر صغيرين. بنسبتو في نصف الروس. نسبت الانواز. انت. حسنلا. 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 انا بحاستقين مايباش بين اللغيط اوي تمام تمام هنكمل تثبتها وارجع لكم اتخد ان انا ثبت الشعر من وراء كده بحيس تبطل على قدام بس ايه خياطتها في وراء طبعا هاملو في واحدة هاملو في التلاتة يعني في شمال انا رأيه رح ندخل لك كده من هنا الخيوط الزيادة دي هدريها في الاخرية انا ايه اخد غرزة كده من قدام يعني ايه بحس ان الشعرية تبضل نزل ايه سبتا كده تمام اجيب شعرتين تانيين نفس الكريم تمام هخلص تثبتهم وارجع لكم وده شكلها حتى الان بدأ شكلها يبين شوية هنجيب اللون شايف ده او اللون اللي احنا عاملين بيل وده من جوه هنعمل الانف او زي هو الانف بس كبير يعني تمام اول حاجة هنعمل سبعة حشور دايلة سحية او سلسلتين وفي اول سلسلة هنعمل سبعة حشور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة الدور التاني اول غرزة هتبقى تزيد بعد كده اتنين حشو اول غرزة حشو تاني غرزة حشو الغرزة الجاية هتبقى تلاتة حشو غرزة واحدة واحد اتنين تلاتة او اللي هو تزيد ثلاثي يعني تمام تمام بعد كده اتنين حشو واحد اتنين واخر غرزة هتكون تزيد الدور التاني الدور التالت الدور التالت اتنين تزيد اول غرزة تزيد تاني غرزة تزيد بعد كده اتنين حشو على الغرزتين الجاية بعد كده هعمل تلاتة تزيد نرجع بس مع بعض احنا اعملنا اتنين تزيد بعد كده اتنين حشو هنعمل ثلاثة تزيد على الغرزة الجاية اده اول تزايد. تاني تزايد. تالت تزايد. تالت تزايد. بعد كده اتنين حشو. على الورستين الجايين. واحد. اتنين. بعد كده. بعد كده زايد. انا عندي ورزة زيادة مش عارفة جاي منين. تمام? الدور الرابعة. اه لا. اه الدور الرابعة. اول غرزة حشو. تانية تزايد. بعد كده حشو. تزايد. اتنين حشو. بعد كده هشتغل حشو تزايد وكرر تلت مرات. حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد. اخلص وارجع له. بعد كده اشتغل تلاتة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة. اخر غرزة تبقى تزايد. تلاتة. تمام? الدور الخامس. اتنين حشو تزايد وهنكرر مرتين. واحد. اتنين. تزايد. تانية اشتغل اتنين حشو تزايد وارجع. بعد كده اعمل اتنين حشو. واحد. اتنين. بعد كده هبدأ التكرار اتنين حشو تزايد. واكرر تلات مرات. اتنين حشو. تزايد. كده اتنين حشو تزايد. اتنين. اربعة. تزايد. تزايد. دور اول غرزة حشو. بعد كده تزايد. بعد كده تلات غرز حشو واحد اتنين تلاتة تزايد تسعة حشو. خلص تسعة حشو ارجع. بعد كده تزايد. تلاتة حشو. واحد اتنين. تلاتة. تزايد. بعد كده اشتغل تمانية حشو ارجع لها. الدور السابع. اشتغل سبع غرز حشو. وبعد كده اعمل تزايد. بعد كده اشتغل تلاتة حشو تزايد. اكرر تلات مرات. واحد اتنين. تلاتة. تزايد. اكرر كمان مرتين تلاتة حشو تزايد. تلاتة حشو تزايد. ارجع لكم. هيبقى عندي في السطر اتناشر غرزة. هعمل اتناشر حشو. وبعد كده اشتغل الدور الاخير. حشو فقط. وارجع لكم تاني. هجيب لون اسود. واعمل الفم. تلاتة حشو. تلاتة حشو. تلاتة حشو. شكرا نماذا نختار خارج جدا ثم نظر في الوصف نش collision نحن نظر من عقفة نظر الثقافة ثم نظر نظر من العقفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنقر بتاعها ايا كان اسمه بقى هنسبته هنا في بين العيون كده وننزل شوية بقى شكلة حلوة برصة. عشان نبدأ ان نسبته بالخياطة العادية يعني. طبعا خياطة تحت الكاميرا بتبقى صعبة فانا ايه? اوريكو السئة وغرزة كده. اوبستي هنالها. ماشي. هاخيط وارجع وارجع وارجعوا بقى الشكل النهائي بإذن الله. وما تنسوش انتو بعد ما تخيطوا كده بشوية. يبقى في فتحة صغنونة نحط منها شوية قطن فيبر. وبكده نكون خلصنا راس البقرة. ممكن نعملها جسم لو عايزين. اه لو حابين يعني اكتب لي في الكومنتات اعمل لكم الجسم بتاعها. ممكن تستخدموها آآ مدرية. ولو ممكن ما تقفلوش الجزء اللي فوق ده وتتخيطو ده قدام كده وتعمل لسوكا تبقى بوك وتعملو الظهر نفس للتصميم عشان بوشها زي ده راه يعني. شكلها حلوة جميلة هيت. ويا رب بيكن الشرح بسيط وعجبكم. واشفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.